اشتركوا في القناة لازمة للنهوض في المجتمع أماني. أمية بالأمية. ومن هذا المنطلق تنظم الأمانة العامة للأوقاف. ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق المسابقة لكويت الدولية الرابعة لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي. نتعرف أكثر على أهمية المسابقة وأهدافها من خلال زيفتنا الأستاذة ندى عبد الرحمن البسام. مدير إدارة المعلومات والتوثيق في الأمانة العامة للأوقاف. وأنا برئيس لجنات المسابقة لكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوع يقول لك. يا صباح الورد. بيك تايتل. حياتي الله معنا أكيد. حياتي. عافية. مشكورين. سأكيد على وجودك أكيد. في البداية والسؤال الذي يطرح نفسه أكيد هنا يحبين نتعرف أكثر على إدارة المعلومات والتوثيق في الأمانة العامة من أهمية ودور وأهداف. إدارة المعلومات والتوثيق أول ما أنشأت كانت اسمها مركز المعلومات. فتم إعادتها إلى إدارة المعلومات والتوثيق في 1998. وشغلها طبعا جمع وتوثيق شغل الأمان العامل للأوقاف. وكل فعالياتها وأنشطتها. وطبعا جمع مصادر معلوماتية تهم الباحثين وتهم العاملين في مجال الوقف لأنها تعتبر مكتبة متخصصة في مجال الوقف. جميل. أستاذة هذه الإدارة نظمت مسابقة وأعتقد هي الرابعة في دورتها الرابعة. مسابقة القصص القصيرة للأطفال. فنبي نعرف هذه وخصوصا أنها متخصصة في المجال الخيري والمجال التطوعي. فنبي نعرف مثل هذه الفعالية ما هي أهدافها؟ طبعا هي غرس عمل خير عند الأطفال. بس ببداية وكالفكرة الأساسية ليت شاهدنا صعب مفهوم الوقف منتشر في المجتمع الكويتي بشكل خاص يعني صحيح مو فهمين شنو معنى الوقف يخلطون بين مثلا الصدقة أو الزكاة فحبينا أن نعلم هذه الثقافة للأطفال وأنشأنا عندنا مكتبة ماما أنيسا للطفل في داخل إدارة المعلومات والتوثيق بعدها بدأنا نجمع مصادر معلوماتية عشان نفيد للأطفال ما لقين مصادر تفيد خصوصا في المجالات الواقف والعمل الخيري والتطوعي فهنا يتفكرات المسابقة والحمد لله كان صداها ناجح وهذا موثمها الرابع بس جميل هذا التقدير لأم الكويت ماما أنيسا طبعا إيه والله وليش بالتحديد استخدمت القصص كوسيلة لتوصيل الرسالة والتعريف عن أهمية الموضوع بما أننا مكتبة طبعا لازم تكون مصادر معلوماتية تكون ورقية جانبا كورقي في عندنا الإلكتروني بس طبعا الإلكتروني تأخذ مجال ثاني بعدما اصدار القصص كورقي تدخل مسمى ثاني التي هي قطوف الخير لأنها تعتبر كقطوف أشياء مختارة فسمناها قطوف الخير فطبعا تنزل إلكتروني تحريك فيها ألعاب فيها تلوين طبعا نزلناها أونلاين موجودة في الأبليكيشن في الأندرويد في الأبل ستور شو واكب العصر طبعا نحاول ننشر التقافة هذه صار تعاون مع الخطوط الجوية الكويتية نزلناها على شاشات الضيارة نحاول نستعيل في الوزارات الثانية حيث ننشرها أكثر أي وزارات يعني مثلا في وزارة التربية نزل مع مثلا وزارة الصحة خصوصا في أجنحة الأطفال صحيح نعم هذه أفكار إن شاء الله نحاول نستعيل إن شاء الله في الدورات الثلعة السابقة كانت أيضا قصص الأطفال مشاركة في نفس المجال العمل الخيري والتطوعي فأنا بنعرف التجارب السابقة من خلال هذه القصص التجارب جدا كانت ناجحة والدليل إن العدد متزايد في التقديم مرة على مرة بعدها نحن تأخرنا هذه السنة في طرحها كانت عندنا دراسة ميدانية بخصوصها المسابقة فشفنا مدى نجاحها إذا نقدر نكمل أو لا بالعكس لقى صدى وائد مطلوب والدليل إن كانت تتينا اتصالات إيميلات يسألوننا متى تطرحونها متى المسابقة متى موعدها فكانت صداحة ناجحة كان فيها أقبال نعم استاذة نادة نشوف مع السادة المشاهدين نرجع لهذا لو نتكلم عن الفئات العمرية المستهدفة هنالي بتشوفها شنو أكبر عمر ممكن تقريبا من 12 سنة لي 12 سنة من ثمانية إلى 12 سنة طيب نركز أكثر على المسابقة من شروط من فئات عمرية مشاركة وإذا كانوا مشاركين من داخل الكويت أو خارجها بشكل عام المسابقة هي مفتوحة حق الكل أطفال كبار مؤلفين هوات نساء رجال من داخل الكويت من برى الكويت المهم أننا عندنا الهدف أن توصل لها المعلومات أن يقدر يوصلها لنا خصوصا أن حق أدب الطفل هو صعب ليس أي واحد يقدر يوصل لها المعلومات وخصوصا إذا في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوري جميل طيب لو نعرف ما هي آلية تقييم القصص شلون القصة الفائزة وهل في جوائز أيضا تقدم للقصص الفائزة التقييم تتم على مرحلتين المرحلة التي تتم فترة الاستلام القصص طبعا يتم إخفاء اسم المؤلف وإعطاء القصة رقم سري التي تتعامل فيها معها اللجنة الإشرافية بعد ما يتسكر الباب طبعا خلال هالفترة يتم الفرز المبدئي التي مستوفين الشروط الأولية مثل ألف كلمة التي تكون باللغة العربية وإنها لا يوجد أي كلمات سائية وذيئة تكون طبعا هذه كلها تستبعد بعد المرحلة الثانية التي تتسكر باب الاستيام القصص هنا يدر الفرز على المعايير والفكرة والهدف تكون كلها موجودة عقبها تذهب إلى مجال التحكيم الذي تحكم في الآخر وهل يترى في توظيف التكنولوجيا الحديثة التي عادة ما تجذب الأطفال للاستفادة منها في سلسلة قصص قطوف الخير قطوف الخير عبارة عن إنتاج القصص التكنولوجي قلنا فيها طبعا القصص فيها مجال ثلاث مجالات التي فيها أنا أقرأ وقرأ لي وأقرأ وسألني فيها التنوع منها طبعا عربي إنجليزي موجودة الجسمة فيها التلوين فيها التركيب فيها الألعاب حق الطفل كل الأشياء التي تجذبها بالضبط هذا الهدف بحيث أن نجذب الطفل ونساعد أن يرجع القراءة طبعا لا نسافئة المكفوفين نطبعها برايل لهم جميل نحاول نقطع جميع شرح لأن خصوصا هناك قلة مطبوعات للمكفوفين هذه المطبوعات أنا لو أرسلها أنا أماني حتى لغرافيكس المستخدمين المتطور جدا الذي شفنا في الفيديو قبل طبعا نحاول نستخدم أعلى تقنية وما يجد بالطفل صحيح خصوصا الطفل متطور القراءة العادية لا تكفي في ظل التكنولوجيا التي عايش فيها وقال يشوفها نعرف حجم الإصدارات الأدبية التي تملكها إدارة المعلومات وأيضا نعرف ما هي خطتكم لإثراء هذا المخزون الأدبي طبعا كمجال إدارة المعلومات والتوثيق مهتمين في البحث هناك تطورات في مجال الوقف يصبح مستحدثات جديدة في مجال الوقف يصبح هناك تطور وطبعا يجب أن هناك أشياء يجب أن نفيدها في هذا المجال آخر مشروع نحاول على 2020 هي تحقيق المخطوطات الوقفية طبعا لأننا مجالنا كلها وقفي فأي مجال يدخل في الوقف سننتخل إن شاء الله طبعا إصدارات أدبياتنا وايد عندنا المكنز عندنا الكشاف عندنا أطلس أوقاف الكويت يعني طبعا هذا كلها شغل إدارة وتعبر لأن الكويت حاملة ملف الأوقاف وطبعا نحن تحت ظل قاد الإنسانية طبعا إن شاء الله نرفع راس الكويت قبل الختام أحب أسألك شنو هو الحال اليوم حال الطفل والمتلقي هل هو فعلا دخل المود نفسه وتعلم أكثر هل فيه إقبال من الأهالي شنو رساتك اللي تحبين تحصلين هاليوم والله يعني خلال زياراتنا في المعارض مهرجانات الأطفال قاعدين نشوف أقبالهم يبون القصص نعم نعم طبعا ما أدري يشوفون الألوان يمكن قاعدة تجذبهم حتى ساعت لأن المستوى اللي أقل من ثمانة سنوات يبين القصة يشوف الألوان تجذبها بس ما رح يقدر يستوعبها لأن خصوصا الطفل اللي بعد خمس سنوات هو اللي عرف الخير والشر صحيح فهنا تبدين أنت تزرع ثقافة الواقف والعمل الخير والتطوع وهذا طبعا كلها التنبي الطفل في حب الوطن يعني مساعدة القير طبعا هذا أشياء حلوة خصوصا أنه في مجتمع خصب مقبل على هذا الشيء يعني مو شيء جديد على هذا المجتمع بيئة خصبة للواقف للعمل الخيري كذلك والله قواكم الله أنا شخصيا أشوف الفكرة رائعة يعني استخدام قصص الأطفال عشان نغرس فيهم شيء إنساني وجميل حق المستقبل شكرا على مجهودكم أكيد كل الشكر والتقدير لضيفتنا الأستاذ الندى عبد الرحمن البسام مدير إدارة المعلومات والتوثيق في الأمان العامة للأوقاف ونائب رئيس لجنة مسابقة الكويت الدولية بتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي إذن فاصل سريع أو ننتقل إلى الزميل هاشم من الجانب الآخر ونقول لك شنو هندك شكرا